كمان لازم نبارك الكابتن الكبير واحد من شيوخ التدريب في مصر كابتن محسن صالح طبعا كابتن محسن كأسيرة ذاتية يعني نجم كبير جدا جدا نجم من النجوم الأهلي والمصري البورسعيدي ومدير فني سابق طبعا لعدد كبير من منتخبات أولهم وقدمتهم طبعا منتخب مصر اعتقد كمان درب منتخب ليبيا ومسك منتخب اليابن وليه مشوار تدريبي معندي نجح جدا في مصر وبرى مصر منها السعودية في الخليج وعموما يعني ومنها طبعا تجارب في المملكة وفي الإمارات الحقيقة يمكن وهو حاليا طبعا رئيس لجنة تخطيط في النادي الأهلي لكن النهاردة اتحاد الكرهة المصري تلقى خطاب من اتحاد الأفريقي بيعلم فيه عن اختيار اسم كابتن محسن صالح عشان يكون عضو في اللجنة الفنية في اتحاد الأفريقي كل التوفيق لكابتن محسن طبعا هو جدير طبعا بالمنصب ده واعتقد كمان ممكن يكون صاحب رؤية وبصمة تفيد زي ما بنتمنى الحقيقة في تطوير الكرة الأفريقية